كنا مع اليوم السابع ولكن هذه المرة تحقيق لزميل رضا حبيشي يتحدث فيه عن مترو الأنفاء وبيقول ماذا بعد زيادة تذكرة المترو يتحدث عن تحسن نسبي في الخدمات وسادات المستحقات المتأخرة بعد قرار زيادة تذكرة المترو تحديدا السؤال الآن بيتعلق إذا كانت هذه الزيادة قادرة على إيقاف خسائر هذا المرفق المهم ووفقا لهذا التحقيق بيقول أنه الحقيقة أنه الممكن أن يكون إيقاف الخسائر مؤقت وقد تعود الخسائر مجددا إذا استمر نفسه أسلوب الإدارة القديم اللي بيعتمد بشكل أساسي على تحصيل الإرادات على حصيلة بيع التذاكر فقط فبيتحدث زميلنا رضا حبيشي بيقول أنه قرار زيادة التذكرة هيحقق فائد في الإراد مش هيتجاوز بقايحة من الأحوال 20 مليون جنيه شهريا من 15 لحياة مليون ل20 مليون جنيه شهريا لأنه في جزء كبير من بقية المبلغ اللي هيتحصل عليه المترو نتيجة لزيادة سعر تذكرة المترو هيكون لسداد ديون المرفق المتراكمة منذ سنوات واللي وصلت لـ 512 مليون جنيه على مدى سنوات طويلة فمن المتوقع أنه مرفق المترو هيفضل يسد ديونه دي تقريبا لمدة 3 سنين متتالية وبالتالي الإرادات اللي هتكون من الزيادة زي ما قلت لحضراتكم هي أصل مفترض أنها تكون من 90 لـ 95 مليون جنيه شهريا هيتبقى منها يعني بعد الدفع المصرفات والديون وما إلى ذلك من 15 لـ 20 مليون جنيه هي دي اللي هتبقى الدخل هل ده سيكفي لتحسين الخدمة؟ هل ده سيكفي كي لا يبدأ هذا المرفق مرة أخرى في الخسارة؟ حقيقة نزملنا في هذا التقرير أو هذا التحقيق يتحدث عن أنه لابد من إعادة النظر في أسلوب التسويق لاستغلال كل جزء بالمرفق إعلانيا بيقوله أنه هو ده الحل الوحيد لإنقاذ هذا المرفق الهام وتطويره خاصة تاني مع التأكيد على أنه الإرادة اللي هيفضل بعد قرار الزيادة لن يوفر شيء لتطوير لا البنية التحتية لخطوط المترو ولا الصيانة ولا غيرها فإذا التفكير في التسويق وأسلوب جديد للتسويق وهو الحقيقة ده مش مكتوب في التحية وسأنا بقول لحضراتكم هو مش جديد وموجود في كل المترو في العالم مترو الأنفاق يعني فنقدر نستفيد بشكل أو بآخر في مليون فكرة اتقالت يعني نتمنى أن يتم الاستفادة منها